من أجمل المقدمات اللي قد نبدأ بهم هذه الحكاية في موضوع الرزق والريضة اسمعهم زيان عن سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام قال أنه قال الله عز وجل يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تتعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبددك وكنت عندي محمودة وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لا أسلط أن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذمومة رقية بقوة ما أنها تقلب على الاستقرار وعلى ما دزع لها من عائلتها وحسن عائلت رجلها غادي تنوت لجأ إلى أمر في حرب بينها وبين مولانا يمكنني لا فهمتوا شنو عنوان القصة هذه الحكاية ضروري خاصكم تسمعوها باش أنكم تستفدوا من عواقب الريبا ماذا تستطيع تصنع في الإنسان ماذا تستطيع تخلّف في حياتنا وماذا تنظرون وبقاومها سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كانت من لكم تكونوا بأخير وعلى أخير أموركم هذه أحواركم طيبة المؤنسة ديالكم عادت إليكم من جديد من بعض الغيبان لأنني ملفكم كنبلكم نهارية إذا كنت جديد على قناتنا نقول لك مرحبا بك وإذا كنت من قبل الدار ألجبنا الشهيرة دار داك لا تنظروا أنكم تضغطوا هذه الإعجاب وإذا كنت لا تفعل شراء لقنات فعلوا داك وإذا كنت تفعلوا حيدوا وعودوا رجعوا وإذا كنت تكون دائماً كتتوصل بأول فيديو كنت تضغطوا لأنه حلقتنا اليوم طويلة ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ أنا رقية قصي ستبدأني عندي حدرش العام هو الأول دعني أعرفكم على العائلة ديالي هنا كنا ناس علاقت الحال مع والديها أنا كنت بنته ستلاتين ساعة خوتي الدراري لكننا عايشين وسط واحد البيت اللي هو صغير مع الجيران فش عقلت على رسي وانا عندي حدرش العام كان أخويا في الأولى إعدادي والأخر خرج من الثالثة بجدائي وكان أخدام غير في الميكانيك ومرة مرة كان تحبط بش أنه يدبر على راسه في كل بلاسة وهنا فش أنا عقلت على راسي كان أعقل على الأم ديالي باللي أنا ما بقيتش كتهتم بيها ولا تديها فيها ببساطة حيث تجدك الساعة أخوتي كانوا أفصل لمراهقة لحالتهم كانت صعبة بزاف وما كانوش راضين بالفقرة اللي إحنا وعيشين فيه أو للوضع اللي إحنا فيه وكانوا بغي الحويج والسبردلات اللي هما غالين والواليد ديالي كان غير علاقة للحال شيفور والواليدة ديالي كانت كتتتخدم غير في الميناج يعني من الواليدة ما قدرواش يوفروا أخوتي حويج وحد أخرين من غير المكلة وأخا كانت ماما مسكينة كتتزير راسها باش أنا تفرحون بديك شي علاقة للحال أنا كان عقل في حضرش العام كان صداع يوميا لم ضربة كيد ضرب مع أخوتي الأب ديالي لماذا جيتهم مع طلين؟ لماذا درتهم هذه؟ الحسناد لماذا ديرها بحلاكة؟ وهذه علاش ولماذا؟ فبقوا الدك الضرب والغوات والصرامة من أجل مصلحتهم كانوا يوميا المشاكل دك خوية اللي كان كبر مني بخمس سنين هو والي جاتهم وراها قخيبة بزاف والواليدة ديالي غادي تعاني معها أما كنت تتعلم من المدرسة لم يكن يقول لي حفظي أو ما قريتي أو ما قريتي لم يكن يحتاج الاهتمام أخوية كانوا يجرونه أجي يمشون هنا أجي يمشون نشفره أجي يمشون نشفره فهو مزوج ديال مرات وحيث أخوية كانوا يجرونه فالدرر الذي كانوا يجرونه ومزعمونه فوقت لم يكن يجيب الماما فلوس تقول لي أنه فلوس الحرام لا تدخلوا ليها والدي إذا كانوا يجرون أصحاب وريدي نعلم أنهم يجرونه في الوقت وعند أن تكون أخوية لا بدلوا وشاركة سابقا قلته يجرونه بسببك أنت لم يكن تقلت بسببك أن نشفر لأنه كانوا يجرونه من قد يقلوهم بدون أن يقلوهم ولذلك سأخرج وعندما قالت لهم عملا ولذلك سأخرج ونشفر وأنت لا يستخدم من عندي وقلونا بحلاك والأخوية باقي ويضرب الزبايل ويمرض مرض الزبايل ويأتي اكتئاب خيب وجهل وسواس وماما خلت في نجرات بهم سكينة فقدت عن طبيب الذي أعطاه واحد الدواء ويضع له ضعف جنسي ويضع أزمه أكثر ويغوط قدام الجيران والولد لم يكن تقبل ذلك ويقول امي رحل بلايه هذه وقعده لتقرقب لم يكن يدخل رأسه بلايه فى والده امرض ويقبل ذلك الصغير ويقبطت طفولة لي غير في الخوف لانه كنت عيشة على مأساة معهم سننطلع من بعد الاعداد من فقه لفقه ويأتي عندي ويقبل ايه لا يقبل لي لاصلاتي ولا صيامي حيث مسكنة تكديره عند الفقه والذي قال لي لها تكدير له اتباع مرمى و انسان خلالها لانتقبل فى أشرب الطبيب و اليه سيأتي للأسف سيأتي علي انا اللي كنت وسط منهم بنت تقول لي ادعوا بنا ويبدأ يبالي فى الابنات فى الزنقة على ديه الساعة يبدأ يغوط فى الزنقة ويبدأ يغوط فى الزنقة والله ما كانش يرد البال يبدأ يغوط في الزنقة اللي قاس لي أختي واللي دار لي أختي ويديني المدراسة ويجيبني من المدراسة ويتسنى فيي ويهلكني بلعصة وخانا ما دير اوالو وما يخليني نخرج وحيتيش الجاهل وسواس القاهري تيقوليهم راه دالوا لي أصحابي بلي ركشفوك مع الدراري مع فلان وفلان وفلان شو غادي ندير؟ طلعت للثانية إعدادي وغادي نعيش نفس الموال وانا ما نشكرش لكومراسي وخاة صغيرة بقوة ما كنا ذاك الشي عايشين فيه كنت كنشوف ماما كتسلي وكتطلب الله فوريت حتى أنا تنطلب الله يا ربي يا سيدي يحبي بيدير يا شيتاويل ديال الخير را ما بقاش عندي تركيز ديال القرية ولا ديال تشي حاجة فاش كنشوف شو وحدة كتقرم زيان من الداخل ديالي تنقول لها سعداتك كيفاش هي كتقرم زيان وعليش حتى أنا ما نجيبش نوقات زوانين وهم كانوا تيزيدوا السواه وكانت قاتل مع راسي وكانت نسوي على شي حاجة ما أعرفتها ولكن راسي لا تبقاش يركز على القرية وكانت نجح غير بنقاتلهم وضعاف من بعد سنطلع الثالثة إعدادة ويتجهد دكشي ولا تطلع صددي والمعيار وغير حاضيني وياريت كنشي وحدة خيبة كانت تبقى في الوالدة ديالي معدك أخوي الأخير اللي كان خصائنا جي من الخدمة وجيت بتليمسي كل خروق دياله كنت 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 تكلف به قبل منها وكنت كنت كنت نجمع البيت ومعين ونصب اللي الخروق تنقل غير نفرحها مسكينة بشي حاجة خرير كبير هنا هادلوقيته سيحرق ومشي لدولة أوروبية والأخر بقى هنا يكن عاني ومعاه تيهز السجنوة ويقول مماراني تنسمع فيهم ويسمع الهضراف ودنيه ويدخلوا عند الجيران ويقول لهم هذي رعيراتني وهذي دارت لي وهذي فعلات ليه ومعاه كان عندنا بيت واحد وكانت عندنا واحدة بنت عمي اللي كانت قدي قدها باش تخرج تخدم حيث تجدك عمي مسكين حتى هو ما كانش في حاله فبيت واحد ما تلاش قدنا غني يدير لنا بابا واحد السداء لكنا كان طلع لها أنا ويابس اللوم ذلك السداء والتي هي العالم ديالي ثم كان بقى كان دوي مع رأسي وكان فكر وحيجاج كان عزيز علي انا نكتب فكنت كان شد فاتر وكان بقى كان تكتب وتنطلب الله يا ربي دابا انا راني في التاسعة وجهه الموحد وانا ما فاهمش الدروس بحيلة غير كيدفعوني كيفاش غادي ندير نجح وانا ما بغاش نسقط واذا سقط الوليد ديمتي يقول يا عندك تسقطي عندك ما تجيبيش مزيان والعصام عند خويا والمشاكل في الدار مع بزاف ديال حويش فبقيت كنطلب الله يا ربي تجي بلي غير شي غير شي حاجة مستورة انا ما بقيتش قادة وانا ذاك كنت درت شي خمستاش لسنة في نفس الأسبوع غربي غادي سيجي بلي وغادي يجي بلي واحد السيد لي كي يجي من العائلة ديال ماما كنت ديما كان شوفه وتنقول ماذا تدري تيدو غرب الفرنسي مالو على حالته في العياقة ما كانش تيجي بني فش هو شافني غادي سيفط امو لي بنت عمت ماما كيف جات دوات في امو وكتليهم انا قابلة وانتي يا فلانا بقاك تقراي انا ما بغاش نقرا واش بغا تسكني مع امو اه ما عنديش مشكيل راولي تصرف عليهم تش يحد مخدم انا بغيتو اللي قالوها كنت نقول لهم بغيتو وتنازلت على قاع الحقوق ديالي اغير المهم الخرج من دارنا ونهرب جا خطبني وبما انه كان جدو وابا عندهم مشاكل على الورث فمني نعيط اسماما جدي الله يرحمه اجد اللي كان حنين فيها قالت لي راولد عمتي را بغا يخطب فلانا بنتي رقيا لولدو وهو يقول لها هادوك من هم حتش يدن مرا فسعد راجل ماشي مشكل غير يكون خدام الله يصير لهم الامور احنا غادي نتلقوه في دار خالي فان غادي نديرو الخطباء غادي نمشي على جلي من دارنا حتى الدار خالي حياتي ما عنديش باش نركب ولكن قبل مشيت لواحد المدراسة اللي كانت بعيدة ديال الحلاقة عطيتهم عشرات درام باش يقدروا ليشاري انه ما عنديش فلوس من بعد خروجت مشيت للدار خالي اللي سيكون طيبين صفاء و جاج كي يوجدوا حياتي الناس جايين باش نديرو احد الخطباء اللي كانت كبيرة فيها تركاب الخواتم غدا ومعارفه شرعين غدا وكيفاش غادي كون هادوك تزواج ولم معارفه عليه والو واخا هادو الشاب مكانش عايش في المغرب كان عايش في واحد دولة اللي هي افريقية فبنت خالي كانت يلا قبل سيمانة كانت مخيطة واحد القفطان وشارية الاكساسوارات كانت اللبسة حياتي لا تزوجت فأعطتهم لي باش اللبسهم واخا كانت تكبر مني جاو قدي لانه كنت شوية فخرة قدوا لي الماكياج ومع ذلك اخويا بقى عليها تي بغا تزوجي ومعارفش حتى فين بغا تنعسي ومرقتي حتى راسك عاد غا تزوجي عاد غا تزوجي وانا تمكي حتى قربت انا اندخل عندهم مستحة دمياتي ودرنا تركاب الخواتم فاش سالينا بالليل رجعت حالي دارنا صباح اهوتي عيتلي يا سيد اللي يخطبني بقى ما زال ما عارف عليه والو وما عارفش المعاملات ديالو والله حتى اصلا كيفاش غادي نعيش معاه انا ما عارفها والو عيتلي هاجي نطلقاك قلتها الممي ما قلت لي حتى شي حاجة تنسي تخرج خويا لبس جلابه ديالي وخرج مشيت نطلقا بي حدانة قل لي واش قبل انك تزوجي بيا علش بغا تزوجي وانتي الله في هاد السن مع وكان كبر مني بعشر سنين وقلت لي هادي هي سنة الحياة وخام ما عارف علي يا والو وخام ما عارف عليك والو ما عندي مشكل حتى من بعثو غادي انت عارفو كنت صغيرة ولكن كان عندي العقل بحكم ذاك شي اللي عشتو كبرت بلا وقت والطفولة ما عشتهاش كنت انا ذاك كان قلب وغير على شي حاجة انها تهربني من دارنا حيش ما بقيتش قدة اناني نشوف ونعيش ذاك شي في دارنا علما اناني كنت انسانة اجتماعية وضحوكية وعندي مواهب لكن تقمعت من بعد الخطبة ديالي اللي استعان في دارنا حتى أكمل 17 سنة ودس في محكمة عند القاضي باش انا وعطاني ورقة نتكاتب ذيك الورقة نتاع القاصيرات والنهار اللي غادي نتكاتب اشنو غادي نقول لكم اللي غا نقول لكم انه يقدر يجيكم عادي ولكن انا عشته وضرني بالساف معانا صغيرة ويدي صغار نقشة لي ينقاشة بالحنة يدي كاملين ولبس جلابة اللي كانت بيضة وبلغة وزيف فوق من راسي بحل شي مرة شارفة وانا يلا عندي 17 سنة غدا عند العدول دارنا ما عندو حتى باش انا ومش تدرية تاكسي انا غدا مع الواليدة ديالي علاج لنا ومن المور انا اخويا كاي عير فيها انا غادي نشوفك واش غادي تكاتبي انا غادي نشوفك اصلا واش تكتبي علينا اداني بالمعيار حتى وصلنا عند العدول وغادي ارجح في حاله حيتاش كان باقي مريض انا دار مشيت تكاتبت مع السيد وعرضت علينا مو في دارهم تعشينا ومشيت لدارنا حيتاش كان خاصني اناني انقلس عام وحد اخر باش اناني ندير العرس كملت تسعى ديالي لي ما نجحت فيها حيتاش عرفت راسي باللي انا وما عندي حتى شي حاجة متحت مني وما متمكنة منتاشي حاجة خرج من درسة وقال صغير في الدار في انتظار ذاك نهار العس با ما قصرش مجهدو مشي لعندي عمي في العربية شرالي عجلة صغيرة وخلاها مدة عام حتى كبرات ودبحها ليه وداروا لي العرس ومنتمة بداني رجلي لوطيل اللي بتنافيه ديك الليلة ومن بعد صفرنا واحد اربع ايام من بعد كانت تفاجأ في حياتي باللي اناني مساكننا شغل مع احماتي وشيخي فقط في بارتما اللي هي صغيرة ولكن مع خالته حتى هي ولدتها اللي ما كانوش مازال مقدليها رجلها الاقامة في دولة خاليجية ومن فوق من هذا شي كتجي واحد خالته اخرى اللي كتهرب من الصهد وكتقسم معنا 4 شهور في العام وكانت الله يرحمها الصعيبة بزاف والمعاني والهضرة ولكن مع احماتي كانت شي شوية مزيانة وكانو هما كيبقوا يزيدوا ويعمروا فيها تذيك اللي مزيونية كاتمشي هاد حماتي واللي عدوزتي اللي متلقى بولادها اللولين وخلات ذيك الحياة ديها وعودت زوجات من جديد وسكنة معاها في الدار بنتها وولدها مدهو الاحتياجات الخاصة وولد بنتها وواحد عمت رجلي اللي سكنت تحت منه اللي ما كتحييتش معنا من الدار كيهبطها غير نعاس ولا شي اخرى الصالون ديما في ذلك خلت رجلي وولادها وولاد الوسيل اللي متلقى بهم وخلته اللي كانت تبرد عندنا وكاني بديك الدار غير جديد واحد اللي شده عقوستي وشيخي والاخر اللي شده أنا ورجلي اللي بالنهار تناكله فيه وبالليل تنعسو فيه انا اصلا ما اتشرتش في زواجي ما قلت لي لاعطيني لاتشي حاجة منو دراسي طاني فلس صداق اللي يخلف عليه وعجر كانت خدام في واحد سناك كانت يجيب لي المكلاب الليل وكيشري لي السخاطة وكيخرجني ويديني السينما وانا ذاك في ذاك السين عاشت معاه لي ما قدرتش نعيشوا في دارنا مشيت معاه البلايس عمرني ما مشيت ليهم الدرجات اذا داني ناكل شي بلاسة كنت كان حشم انني ناكل فيها كانت يقولي لا را عادي ذاك شي اللي احنا هنا اصلا اي حاجة زوينة شفتها معا راجلي هو اللي خرجني هو اللي ساراني وهو اللي كان مهال ضيفية فوق من هادشي فاشت دوجت ما كانش عندي ثقافة جنسية تحب ما قال لي ديري الفاني حتى تعرفي راس كيفين غادي تحطيه رجلي كعاد ولدي حملت وما كنت عارفة بلي انني حاملة وحيتش كنت باقى مازال صغيرة مازال ما نجا كانت يخلي لي الفلوس والسقاطة كنت مازال بغا نلعب كنت كلاب معا لوسيلي كانت قد اخويا صغير وكانت شقلب انا وياه وكان لعبوا بالنفاخات وما جاهم ذاك شي فشكل تبدو يقولوا اولي هذي مالها وانا ذاك انا كنت حاملة وما عارفاش فكنت كانت شقلب تل واحد النهار عدوزتي قلت لي يلا معي عند وحد الناس واخا مشيت لبس اعلانيتي واحد الجليبة ديالي معانا ضعيفة ديك الجليبة هي ايفازي لاسقا عليها وزيف ديالي ومشيت مع عدوزتي لعندوك الناس اللي كي يجيوا انا غير اعلانيتي مشيت لكوزينة تنعون كان جيب تباصل معهم واندي وتنحط من بعد قلت بلسي دوزنا وقيتها ورجعنا في حالنا لم يكن يدخل رجلي عندي وانا قلت سكين تفرج اخير وانا شاهم خطوف وانا شاهم مالك فلان رقية لقيت والجارتنا وقالي يراه مرتك شفرت الجدتي التليفون وضع من الناس اللي كنا عندهم البارح اويل يا فلان وانا منيتك سبن مكرة كانت معي وانا اصلا كنت لابسج اللابة فلانية يعني راسق عليها وما فيها احد يجيب يعني ما عندي في ندير اذا سرقتوا قال لي ما عندي مانخبيعلك وانا قلت لي هذو كنسابهم وانا مربين على يدي وانا مستحيل انهم يكونوا اولادهم شفروا وانا ارتكلي ستكون شفرت الجدد ايش سأقول لكم اتهم قاسح بريد كنغوت وكنبكي راني ماهزيته شي حاجه فلان بريد كنجبت حواجي من الماريو وكل لحوم في الارض وانا قلبي راني كل شي قدامك دخلت مو قلبي انت لي هذيتي وما كان حتى حد براني مابيناتنا وهذوك الدراري اللي عندها راه انا مرب يوم على يدي ما يمكنش يشفره انت لي هذيتي خرجت فيها عينيها وما فهمت باش تبليت اكيد تفقصت وراجلي بقى في الحال علش مموت قولي اذيك الهضرة ومن ذاك النهار بدأت كتبالي هي العدو وديلي الادودة ومن ذاك الساعة بحيلة كبرت عشر سنين احد اخر وليس كان عارف شنو يمسؤولي عايت المرتخاله وحاولت انا وقالت لي ما قلناش بل انت لي هذيتيه قلنا غنطية اللي براني بيناتنا يا كاختي انا فش كنت كندوي معها اهو كان حدايا فش سمع هادرتها بقى في الحال بيت كنبكي وانا ما عارفش انا ذاك بلي انني راسي حاملة في اللي نعز حتى كنلقى راسي كل دمايات دوني السبطار قلبوني والقوا بلي انا وخسر لي بنادم واضطريت انني نعز عندهم اسبوع لانه ببساطة الجنين امشى القرن ديالي وكان خاسهم انهم يتسنوح حتى يطح الراسو او لا يحيدوا لي القرن وبمرة نتعدو ازتي وقالت لي يا قبل هاد الحادث بلي انا والسيدة اللي يمشى لها التليفون راه مرة كبيرة ورا شاريه لي هودها ورا السيدة ممنة وكتفق كل فجر وكتتعلموا ذاك الفعلة اربي بين في العالمة انا فش اجهدت ذاك الجنين ازدت الزمت لانو سنقول ده بغا دي قولو بلي انا و انا اربي بين في هاد العالمة خرش من السبيطار وانضشت وما بقيش ذاك الهبولة اللي بغا غير تلعبوا تضحك وتنقز وكان حضير راسي منهم واي حاجة اللي تكجلى لهم كيشكوا فيا علما ان انا و الدرع هامرة بالخلق و بالبراش من اللي كتتهرس شي حاجة كتعيت لي امه بحاجة اخدامة عنده وطولني شكون هرس هادي او هادي او هادي ما كانش لقاس ها من غيرك حقروني بزاف تل واحد نار قلت اجين بدي المنطبيعي ونقع بي حاجة الريئة ونقع بي حاجة الريئة ونشوفو ايش تسلكني هاد القاضية لان اوضرافتي ما يسلكتنيش سوف نتسيف عليهم واني قال لي شي حاجة نجاوبه بعشرة وابتدت نصد درجة لاني نقصد ورقية را ما عنديش باش نكري راني تنصرف على دارنا ماشي سوقي وفوحد شهر من الفين و عشرة قديم نكتشف راسيب اللي انني حاملة عوضتاني بولدي عائلما انني أحس بي أختي وصاحبتي لكن الحمد لله لا أكتب ولدت ذلك الوليد وبقيت عيشة معهم المعاناة ساكنين مع الزيت في الدار خصوصا إذا كان الخلق كثير كانت نوضي أنتي لا تريد أن تغذي بلعدس أهم بغي المرقة المهم كانت تبقى أن تضيع طوعهم هما أي فاش جاء رمضان وقررت أن يبدل حياتي فالجاء رمضان من أنه تنفيقه مع ذلك الظهر لن تخلي ونقع سؤاله المهم المدية التي تعرفت أنه هي الميناج ونجمعه ونغسل ومن المرة الفترة نغسل المعاناة ونطيب السحور ونقذ الفلون والعاصير وكان أنا ذاك رمضان في شهر 8 ويأتي كل شيء تتكب علينا والصعودات ابنت أخوها كانوا قدي كانوا يأتي باقيين ما زالت يقراهم ونفشاهم ويلبسوا اللي بغاوس ويغضفارهم ويلبسوا ويخرجوا وأنا مقابلة غير الشويرجة المعاناة نخويها من المعاناة ما عنديش الحق أنني أخرج من المرة الفترة لأنه عندي مسؤولية عادت علي الولد اللي كنت كامل وكنت كنبقى فايقة معاه ومع ذلك أنا ما مقنعهم تبقى ويصفت علي في المعاناة العروسة ما زال ما فاقت وانتيج بتي وحدة شقيع عليها واخرى رجلي كانت يصرف ما كانش عندي الحق أنني أنا أنت حكم في الموناء واللي إذا تعطلت ما نفطرش واللي النطيب دراسي فأشرفت بلي أن القضية صعيبة معهم شكيت على رجلي بلي ما بقيتش قدة وبلي بغى حتى أنا أنا نخرج والنهار كامل هنا تنشقى وهنا غادي القاع وتاني راسي حاملة ووالدي يالله عنده ثمان شهور ووالتو تزدت لي يا ثمارة وهنا في نقول يا رجلي يا كنت مزوجة بي أنا ايه ايه نهار ما نكونش أنا في الفطور ما تطيبهش معهم وغادي فطري خرجي فوجي وعييت وما تحترمونيش وبقى صغيرة وتيحقروا اليوم ما ترحمونيش وحشي الله دور بحيلة أنا نزعم قد قدهم وتيخرجوا وكيحفظوا القرآن مع الربعة دي اللي عشية ولادهم تيجوا مع الخمسة زائد ولادي اللي ما قدرش على المسؤولية دي لهم المهم والدي غادي يكمل ربع سنين والاخر يكمل خمس سنين وعود لقيت راسي بلي أنني حاملة وهذا الشي ركنت كان حمي راسي ما حملتش راسي بكيت وتفقصت علما أنني كنت متبع الفانية ديالي لقيت راسي بلي أنني غرقت أولاد وزاد تكملات فاشك تشف بلي أنه عندي الودة الثالث وبيتي صغير والدار عامرة وما كانش في نزيده واللي تنورج ليوميا المشاكل وتنقول ليه نود كريليا فلان واللي تنورج ليوميا في المشاكل تنقول ليه نود كريليا هو ما بغاش حيش كانت يصرف على أمه اللي كان كيعطاء أنا ذاك تخيله معي خمسينالف ريال وكانت عشرينالف إيه باش كاتصرف وثلاثينالف كلها كاتمشي في القرعة وما كانت نستطيع أن نكمل الشهر حيش التقضية كانت تسالي فلنقول لي رمك ما تعرفش تسير وراك تدير القرعة وما تقداتش وراك ما يخلصوا الكرة حيش هذيك أصلا نظرهم تقول ليه ما عندي ما ندير صافي كان صراحة ندر ويش ومرضي معمو بزاف وخلي قلت لي كانت يبقى مبيناتنا بقيت مع المشاكل وكانت شكا عليه وما كانت نعش مرتاحة أولا تحول الخدمة بعيدة في المدينة شوية بعيدة علينا كان نشوفوه مرة في الشهر أعطيتها البكاء حيش تبت بيه وكان حنين فيها ولد الثالث ومشي تنفس عند ماما حيش هما ما بغوا لا يخملوا ولا يقدوا ولا ومن جديد أخيتي هرز في الماعن وكي غوت وجاتوا عقدة واحدة أخرى أنه ما تزوج وما تدرش الوليدات شاف خويا اللي حرق داروا راقيه وتزوج ودرزوج ديال البنيتات وأنا ولد ثلاثة وهو باقي مازال المريض بقيت ماما عيشة معه في المعاناة غير أولد تازي تعوتاني أولادي وجيت تعوتاني الضار عند عدوزتي لما يمكنش أنها تشقى عليها لأنا لأولادي من فستخينوا معي في حتى شي ولده من نهار الأول فلنخرج من السبيطار تنأكل معهم في نفس الطبصيل لكبدأ لكفتا وحتى من السبيطار عمروا مزاروني فيه لأنهم سمعوا بلي أنا وتنقول لولدهم بغيت نكرر راسي وما أعجبهم ومش الحال وحتى من الجبانية الحسوة ما جابوها لي السبيطار في هذا الوقت الصلاة فأطلبت أن أولد في الكلينيك والأولادي خليتهم من أمي ماذا سأقول لكم؟ خرجت ومشيت لعند عدوزتي وعيدت لراجلي كان أخوتي عليه جبتني هنا وغرقتني وأنا بقى صغيرة لم أرى ما تشوفت وكان بقى كان خاصم عليه حتى قال لي أنا قدر نكرر إليك كنت ذو كليامات حتى نسمع حيالات قدروا على قروض صغيرة ومشيت كنجري عند أحد سيد وكتلي بلي أنا أبغيت واحد القروض اللي هي صغيرة وعحمد الله عندي راجلي وراخدام بالوراق قال لي غادي نعطيك زجال المليون أعيدت لراجلي وقال لي كنا غير على خاطرك اللي غادي تريحك ديريها اقترنا الأمور بناتنا لقينا الكرف السكر الاقتصادي والزيد حواجي والمنطة ديالي ومشيت في حالي لا أريد أن يسلموا لي علما أنهم الدولية قاع من معنى ديالي اللي جاءوني في العرس ومجبت معي حتى شي حاجة قلت ما شي مشكلة أنا أريد أن نخرج من عندهم ونحيش حياتي بديت بشوية بشوية حتى فرجت الدار ديالي وحيجتني في هالبرودة تحولت الدار وحد أخرى اللي كانت مصلوحة ومشمشة وذيك الاعتباء كانت مرضاقة علي فرجتها ضغية هذا ما نقول لكم كان في 2015 راش لي فش ولا كي يجي وكيشوفني استقرت في الدار ومهالية في ولداتي وفي حتى هو وكان طيب لي وكان بدع ليه باش أنا يلقى راحتو رجع عوتاني اللي مدينة في نحنا ساكنين ولا كيعيش معانا والحمد لله أنا نطحت فيه ولد الناس من بعد عام غادي تعيت لهم باش تقول ليه اجي را اخويني لك الدار اجي تسكن فيها الدار اللي كانت مهددة باش انها تطيح انا مبغيتش نمشي لها لكن قال لييرا ما غاديش نخلص الكرة وفلوس باش غادي نكروي جمعيها وشلوا دارنا ما بغيتش وخلاني تلنهار بنهارو ووهو مصر وانا تنبكي رافضة وما زل ما جمعتش الزيت راحي لنا ومشنا لديك الدار اللي سبقها لي بصباغة ذي الزيت وحطت فيها ذاك الفراش اللي مادة سوحت اغفر لي الله الدنوب واللي غادي تكرفس ليها مع الضروج اللي كانوا مضيقينو ومع ذاك الدار اللي كانت كلها برودة ووقت البرد كانت تقطرب الماء بقاستكنات الماء والفلوس اللي دخلات كانت خسر ما كيت جمع والو حتى اتلاقت مع واحد السيدة كان عارفة في العائلة قالت لي يا شوفي يا هروقي انتي بحال خسي جمعي راسك وجمعي باش تدري دويرتك رغض اللي بعده غادي يجي ويخرجوكم من ذاك الدار ما عندكم فين تمشيوه خديت قرار من ذاك الشهر أنا اللي انبقى نجمع ومشيت فتحت كونتا ديالي واللي شديتها كنت كنخبيها في حتى غادي نجمع ثلاثة ديال المليون ندخلت لواحد القرعة مع واحد السيدة بميتين درهم في الشهر اللي شديت فيها من بعد شي مية وستين الفريال وحطتها على ذاك الفلوس اما ذاك خويا كانت يجي البلاصة فين انا ساكنة وكي بدك يغوت وكي يدد لي شوها وكي يضرب مع الناس تنشوفه تياكل عصا ولكن ما قادرين يدد لي هوالو واذا هبط كنفكو تيبدو يدور فيها وحيتا جيت في سنتر اللي ملقاش فين يمشي كانت يجي يهبط عندي كل ساعة ولا عندي تطور الخروج بزاف وما بقيتش مرتاحة وكانت معاناة طويلة هنا غادي نقول لي يالله نمشي ونشريه قبل ذاك نقلبه وكنسهوله لقيت ساكن الاقتصادي دايرين تباق فيه ستا جال المليون وهنا ما ترددت حتى شي تانية جمعت خمسة وتسلفت السادست ودفعت في الدوارات الساكن الاقتصادي هنفين غادي تبدال قصة الاساسية علش بغيت نعود لكم حكايتي هنفين غادي تبدال احداث اللي كما كان نصح فيها حتى شي حد غادي ناخد تمتاش دي المليون من البنكة وجات كورونا وراجل يقلس فيها ومنمورها تلت سنين بقيت كنت تسلف من الهن الى هنا باش نخلص ديك ثلاثين الفريال في الشهر المتات خمسة سنين من بعد ما دخلت في الريبة ومشيت سولت عاد لقيت راسي باللي انا ندخلت في حرب مع الله وما نصحني حتى شي حد من قبل كل شي تكن تقول يا برافو عليك حتى اخذتي دارك ولكن مزيان اذا اخذتها كاش ماشي بريبة راجل يقلس من الخدمة ما بقيتش شي يسرت لي الامور جمعت عليها تريطة انا وكم شي كنت قلبيبان كنت تسلف كالي تيبغي وكالي تيرفض حتى تجمعت عليها ثلاثة ديال المليون متع تريطات وجا عندي لعاول قضائي وقال لي انا وغادي نحجزولك على الدار فعلا حجزولي على ذاك الكونت اللي كنت كان وفر فيه الفلوس اللي جمعت وهددوني انا واذا ما خلصش حتى الدار غادي حجزولي عليها وقريب بقيت كانت تلف حتى اخلص ثلاثة ديال المليون وقالوا لي اذا تعطلت مرة اخرى غادي نتخدوا معك بدون ما انا نتشوره معك فبديت كانت تقاتل وطنود وكانت هبط وكانت تلاح تلقى راسي باللي انا انا حاملة بالولد الرابع وانا اولادتي الصعيبة وكان فتح لدرجة انه ما لقيت حتى ما ناكل انا اولادي الخبز ما كنلقاهش كنت كنمشي عند واحد ملحانوت اللي كانت يعرفنا هو اللي كانت يكردي لنا تعطينا حلي بربض وعدسة تكشغل اهوه بقيت يجمع لنا حتى يوصل خمسين ستين وطيقوا لي ما نقدرش نزيد وكان بخا كانت تسلف باش انه نرد الملحانوت تلاقيت بواحد السيدة خداما مع التراتر كتقول لي اجي عونينا ونخلصوك فعلا كل مرة مشيت تنجي فرحانة حيش كانت دخول بها الولادي الخضراء والدسر ولا باش انا يعجلهم بطبيطات ولا شخبيزات عشت معانات وما لقيتش لي وقاف بجنبي بقيت كانت طلب الله وكان بكي عليه انه يسمح لي ويخفر لي حتى قد يعطي راجلي على خدمة وكانت شوية على قد الحال بقى بشوية بشوية كي يجيب الخلطة اللي كنت انا كنقسمها شوية كنعيشو بي وشوية كنخبيه باش انا ونحيد عليها الديون حتى كملتهم الديون ديال الناس انا اليوم يالله خرج من الازمة ديال العباد الله وتنحمد الله ونشكره على النعم ديال العليا وتنقول يا ربي انا عارفك بلي انك كريم الحمد لله انك بهذه السرعة استجبتي لدعائي وفكيتي لي الديون ديالي مع الناس واخا انا اليوم ما زال بقى نخلص في الريبة ديال البنكة كانت من اي وحدة سمعت قصة الدعيم معي انني انحيد هذا الريبة وربي انه يعاوني عليها لانه من صغري وانا كانت تحارب انني يعيش في الاستقرار ولكن ملقيتوش حاليا رجلي بحي لاعيه مبقاش قد على تماره حيث بده وهو صغير وتيبليه رسوب الي انا وتيجري غير في الخاوي بحيلا ما كيناش نتيجة داري حاليا كرفسة وفراشي ماشي فراش ودار بالريبة ولكن ديالي والدي الكبير الحمد لله اليوم في السنة والثاني في الاعدادي واخروف البتدائي واخروف باقي صغير يلا عنده ثلاث سنو ونص اريد ان اقول لكم ان الريبة تهرس وكتخسر لك حياتك فمنصح حتى شي واحد انه يلجأ ليها كنقول مكراتش نعصون في قل القرصي انا اليوم خمس سنين باش تنخلص ولقيت بلي انه مازال كي سادوني 18 عييت وليت كنفكر فيها وقت ما بغيت نشري شي حاجة تندم وكنقول لي كون غير وفرتها باش انه نحيد علي الكريدي مرداتني هاد القضية وبقت ما بغيت نفكر فيها وقت ما بقيت شي حد سبحان الله تيد ولي عليها ويقول يا رادريبة كتخرج في الولاد وفي الصحة وانا كنت تخلع كنقول يا ربي انا طمعة فيك انك تغفر لي وتسمح لي وتخلص علي هذه الدين اللي ما قدش عليه رجل الله يعمرها دار لكن تيبغي انه يهرب من المشاكل وما كيبغيش انه يواجه الواقع والكمال ولي الله انا عادرة ولكن ما تيهرش معي المسئولية انت عدراري اذا ما عومتهم مش ما يعومهمش اذا ما خرجهم مش ما يخرجهمش اذا ما حسنش اللي هم ولا جلت معهم في المدرسة ما كنت تتكلفش بهذا الشي انا اللي كان خرج كنت تقضى ونجيب البوطة انا اللي كان خلص الموت وطريطات انا اللي عز هذا الشي كله وهو كي يخدمه يجيب لي فلوس وخرج ك Rita عن مسئوليات انا في الواجهة حيث انا ننهار لوولي خرجت من الضامتة عدوزتي انا اللي عز هاد شي كله وهو يخدم ويجيب لي الفلوس وخرج ك Rita عن مسئوليات انا في الواجهة حيث انا النهار لوولي خرجت من ضار عدوزتي وتحملت اني نهز كل شي فابقى تبعني سنوات اليوم هادا هاد شي كله انا قمت باش نقلب على الاستقرار وفي الاخير ما تنحش به مسئولية صاحبة ديال الولاد ليهم صعاب وما كي لا اخت أعطي الضوء في الوقت والأب ديالي طيب هم رائد مقابله يعني أنا حالياً تنحس باللي أنه وحيدة ومعندي حتش حد أكتافي خاويين وما عارفة شنو غدين دير أنا اليوم عندي ثلاثة وثلاثين سنة أنا بغيتكم عافاكم حاجة واحدة من القصة ديالي لا سمعتوها وستفدتم منها دعيوا معي الله جزيكم بالخير أنه أربي يقضي الدين ديالي هذه هي حكايتي وهذه كانت حكاية رقيس هذا يا كرام سمعوني مزيان بعيداً على المعاناة اللي عشتينتية رقية واللي ما كانتش سهلة أنا فخورة بالمجهود اللي درتي باش أنك تلقي استقرار مع العائلة ديالك وتكوني مرة ونص ولكن نسيتي أو لا ملقيتش اللي انبهك في الموضوع ديال الريبة الله يقضي عليك دينك اليوم قبل غداء وخليني نذكرك بالعظمة الإلهية ووصل الكرب اللي انت عايش فيه وأنك تفكري في غداء إلى مآخره ربي سبحانه بالعظمة ديالي تقول خلقت السماوات السبع والأراضين السبع ولم أعيى بخلقهن أي تعبني رغيف عيش أسوقه إليك بدون تعب يا ابن آدم لا تطلبني برزق غد كما لم أطلبك بعملي غد فإنه لم أنس من عصاني فكيف من أطاعني وأنا على كل شيء قدير يا ابن آدم أنا لك محبة بحقي عليك كن لي محبة فكيفاش أرقية وكيفاش كل من يسمع ونين بعد كل هالتطمين والمناجات من الله أنك تتعب وتشغل بالك وتنغز صحياتك وتوقف على واحد الرزق اللي هو مقسوم اللي كمكتوب لك منذ الأزل تقول لك ملك الملوك أنا لك محبة بحقي عليك كن لي محبة كيفاش غادي تكوني مقلقة أو لو تخوفة من بعد كل هالتوحودة ربانية فقط أنه كل ما عليك أنك تدير أو لا تديري هو أنك تسعي وتحركي وتوقي لإعلام ولانا وما تخافيش وما تقلقيش أنا الرزق ديلك غادي تخضيه غادي تخضيه ما تنسيش بلا أنه رزق إعلام ولانا اللي غادي نصحك به شخصيا أنه تكرم الاستغفار ومن لا إله إلا الله علاش لأنه تيقو سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله تفتح كل كرب وكل فرج وكل ذقة وكتصنع ببان من الحيوطة من الحديد ومن الجبال الله يفرج عليك والله يفرج على الجامعة وهذه هي كانت حكايتنا يا سادة يا كرام كاتبنا أن تكون لاتعجبكم ضمتوا في رعاية الله وحب دين تلقوا بالغضاء إن شاء الله وسلام سلام شكرا شكرا